وفي السياق قال الرئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الايراني محمد باكري ان العملية العسكرية التي قامت بشنها ايران ضد اسرائيل الليلة الماضية كانت تحذيرية فقط بحسب ما نقل عنه تلفزيون العالم الايراني واضف باكري ان انظمة الدفاع الجويس تدخل جميعها العمل اذا كان هناك او كانت هناك حاجة لذلك من جريبه قال القائد العام للحرص الثوري الايراني حسين سلامي ان صواريخ كروز التي اطلقتها بلاده تمكنت من عبور الدفاع الدقيق والحماية المعقدة التي قامت بها اسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة في المجال الجوي العراقي والاردني وحتى سوريا واضح قائلا ان الحرص الثوري لا يملك معلومات دقيقة عن نتائج عمليات ليلة الامس لكن لديه معلومات بانها تمت بنجاح وحققت اهدافها بدقة واضاف سلامي ان ايران قمت بعمليات محدودة بحدم ووزن معين لتحذير اسرائيل وكان يمكن ان تكون عملية موسعة قائد الحرص الثوري اكد ان طهران اتخذت معادلة جديدة مع اسرائيل وهي الرد على اي اعتداء من جهتها من الاراضي الايرانية مباشرة بحسب قوله اشتركوا في القناة